رحبت لجنة العفو الرئاسي بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني وأكدت لجنة العفو الرئاسي مشاركتها في الحوار الوطني الذي يتم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي دعية جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني كما أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التي تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية